اشتركوا في القناة وصفة تقدرون تسوونها وتقدمونها كطبق جانبي من المقبلات تقدرون تاكلون الوصفة هذه حارة وتقدرون تاكلونها وهي باردة ولكن باختلاف بسيط جدا في المقادير اليوم راح نتعلم نسوي مع بعض المحشي لكن راح نسوي محشي غير اعتيادي انتشر في الآونة الأخيرة واللي هو محشي البصل الوصفة هذه جدا لذيذة وفيها وايد مقادير وطبعا طعمها خيالي خلونا نشوف المقادير الي راح نحتاجها علشان نسوي الوصفة هذه مع بعض عندي هني مقدار من الشبت او الشبنت المجفف وعندي هني مقدار من الكمون وعندي هني مقدار من الفلفل الاحمر الحار وعندي هني مقدار من الكزبرة المطحونة وعندي هني مقدار بسيط من الشكر وعندي هني ابهارات مشكلة راح أحتاج حق مقدار من معجون الطماط مكعبات مرق الدياي لو عندكم الباودر اللي الحين متوفر في السوق بكثرة تقدرون تستبدلون عندكم هني مقدار من الثوم المهروس صلصة التمر الهندي وعندي هني مقدار من البصل الأخضر المفروم مقدار من الرمان مقدار من الشبت الطازج المفروم وطبعا المكون الأساسي حقها الوصفة البصل أنا اليوم اخترت البصل الأصفر أو بالأحرى اللي هو التركي وراح أقول لكم شلون راح تحصلون على الأوراق مثل ما أنا سويت عندي هني مقدار من البصل المفروم عندي هني مقدار من الطماط المفروم عندي هني مقدار من البقدونس المفروم واللي ما يحب البقدونس يستبدله بالكزبرة ولكن في الوصفة هاي البقدونس يعطيكم طعم ممتاز حق المحشي راح أحتاج حق مقدار من دبس الرمان مقدار من عصير الليمون عيش مصري مغسول ومنقوع ولو تبون تسرعون عملية الطبخ تبون الحشوة تستوي معاكم بسرعة تقدرون تسلقون العيش نص سلقة قبل ما تسوون الحشوة وطبعاً كالعادة أي محشي معاه مقدار من زيت الزيتون أول شي راح أسويه في هالقلاس راح أحط مكعبات مرق الدياي حط عليهم مقدار من الماء الحار علشان أقدر أذوبهم راح نبتدي نسوي مع بعض الحشوة مثل ما قلت لكم هالبصل أنا مجهزته تجهيز مسبق أنا عادة أحب أرتب شغلي بهالطريقة إذا حق ناوي أسوي محشي بصل عندي كمية من البصل ما أحتاجها خايفة عليها تخترب أسوي فيها المحشي أيب البصلة أقشرها واشيل جزء بسيط من فوق وجزء بسيط من تحت وبعدين أسوي فيها قطع بالسكين من أول البصلة لين آخر شي وأحاول أني أنا أقص لغاية أعماق قلب البصل وبعدين أقوم وأخلص الخطوة هذه في جدر وما يمغلي أغليهم تقريباً خمس دقايق أرفعهم وأخليهم يبردون وبعدين أفسص البصل علشان أحصل على هالأوراق السهلة اللي أقوم وأحط فيها الحشوة أقدر ألفها بهالطريقة وأطبخهم الحين عندي هني الطبق اللي راح أنسوي فيه الحشوة عندي هني مقدار من العيش المصري الحين عقوة ما حطيت العيش راح أبتدي أنزل باقي المقادير عندي هني البصل حطيت مقدار من البصل الأخضر الحين راح أحط مقدار من البصل الأبيض المفروم عندي هني مقدار من الطماط المفروم أفرمها عادي كأني بسوي تبولة عندي هني مقدار البقدونس راح أحط الشبت أنا أحب أحط الشبت أو الشبت في مقادير الحشوة اللي أحشي فيها البصل ورق العنب أنا أحب أسوي الوصفات هاي بنفس طريقة أهل العراق لأنا أحس أن المحشي أو الدولمة اللي هما يسوونها تكون لذيذة عندي هني طبعا مقدار من الثوم وعندي التمر الهندي راح أحط منه شوي هني والباقي راح أشيله عشان أحطه في الصلصة وراح أخلط اشتركوا في القناة بشذي محشي البصل أو الدولمة مثل ما سوينا مع بعض بمقادير بسيطة وسهلة إن شاء الله المحشي يكون على ذوقكم والمقادير تكون سهلة عليكم جربوا الوصفة هذي إن شاء الله تعجبكم وعليكم بالعافية اشتركوا في القناة وصلنا مع بعض حق الطبق الرئيسي حق حلقتنا اليوم أنا مجهزة وصفة لذيذة وسريعة وسهلة في نفس الوقت وإن شاء الله هالمقادير اللي أنا اختارتها حق الوصفة هذي تكون على ذوقكم راح نسوي اليوم مع بعض طبق من الباستا أو الماكرونة وراح نسوي مع الباستا هذي الصلصة الوردية أو البنك سوس علشان أسوي معاكم هالوصفة اخترت مقادير إن شاء الله تعجبكم وتكون على ذوقكم مثل ما قلت لكم راح أحتاج حق مقدار من الزعتر البري اللي هو الأوريغانو وعندي هني أكليل الجبل اللي هو الروزماري هذي من الأعشاب الإيطالية اللي هم عادة يستخدمونها في وصفاتهم وعندي هني مقدار من كريمة الطبق والكريمة لازم شوية تكون الكمية مثل ما أنا مجهزة لأن هاي هو السائل الوحيد اللي أنا راح أستخدمه اليوم عندي هني مقدار من الثوم المهروس وطبعا وصفة فاستا أو ماكرونة إيطالية يعني لازم الريحان يكون موجود عندي هني مقدار من الزبدة معجون الطماط وعندي هني البصل الأبيض المفروم وهما عادة ما يستخدمون البصل الأحمر في وصفاتهم المعتادة عندي هني مقدار من جبن الشذر وضفت عليهم شوية موزرلة وعندي هني مقدار من جبن البرميزان لو محبين البرميزان استبدلوا بأي نوع ثاني من الأجبان اللي أنتوا تحبونها لكن أنا من محبين الجبن هذا فدائما أستخدمه في وصفاتي عندي هني مقدار من الفطر الطازج قطعته شرائح مثل ما أنتم شايفين وما حبيت أني أسوي الشرائح أرفع عن شذي علشان أحس بنكهة الفطر أو المشروع في الوصفة طبعا من المكونات الأساسية حق طبقنا اليوم راح أسوي الباستا أو الماكرونة بالصلصة الوردية مع الدياي عندي هني صدور دياي قطعتهم شرائح طولية نفس تقطيعة الشوارمة لو أنتم ما تعرفون أتقصصونهم وقت ما تشترون صدور دياي أطلبوا من المكان اللي أنتوا شاريين منه يقطع لكم ياها بها الطريقة وطبعا راح أستخدم اليوم الماكرونة اللي هي البنة هاي من أحسن أنواع الماكرونة حق هالوصفة وطبعا أنا هني سالقة مقدار نص سلق وراح أكمل سواه بعدين مع الصلصة وعندي هني مقدار بسيط من عصير الليمون اللي راح يعطيني نكهة إضافية حق الطبق اللي قاعدين نسوي الحين أول شي راح أسوي راح أبتدي أجهز الدياي في المقلة هني راح أحط مقدار من زيت الزيتون المطابخ الإيطالية عادة يسوون وصفاتهم باستخدام كبير حق زيت الزيتون وقليل من الوصفات اللي هما يسوون هيحطون فيها الزيت النباتي حطيت زيت زيتون وعندي هني مقدار من الزبدة وراح أبتدي أول شي بالبصل والثوم علشان نبتدي نجهز الخلطة اللي راح نكمل سواء المعكرونة فيها الحين حمى معاي الزيت راح أضيف مقدار البصل مهم جدا أني أحط البصل والثوم قبل ما أحط الدياي لأن أنا أبغي أنكح الدياي وما أبغي تكون فيه ريحة إزنخة في الدياي وقت ما أنا أطبخ فهاي أحسن طريقة بما أن الوصفة هذه فيها بهارات بسيطة جدا حقوق ما حطينا البصل راح أحط كالعادة مقدار من الملح وأنتظر على البصل يذبل معايب طبعا الوصفة هذه إيطالية وإيطاليا من أشهر دول العالم شهرة في الباستات أو المعكرونات والعالم عرف الباستة عن طريق إيطاليا وكانوا زمان أول يسوون الباستة من عجينة أما تكون مسلوقة أو تكون مقلية والعالم ما عرفوا الباستة لأنها كانت محدودة بس في إيطاليا لكن بعد إنشاء أول مصنع يصنع الباستة الجافة اللي الحين وصلت حق كل دول العالم كانت في مدينة البندقية في سنة 1740 أنشأوا أول مصنع يصنع الباستة وقدرة الباستة تطلع من إيطاليا وتروح تنتشر في دول العالم وهي من ألذ الوصفات الخفيفة اللي أكثر اليهال يحبونها لأنها سريعة وممكن تسوونها بسرعة وخاصة إذا كنتوا يواعى أسهل من أي أكلة ثانية الحين ذبل معي البصل راح أضيف مكمل البصل اللي هو الثوم أول ما تبتدي تطلع معي ريحة الثوم راح أبتدي أضيف لبهارات الإيطالية على البصل والثوم أنا قاعدة أنكه البصل والثوم قبل ما أحط مقدار الدياي بدأت ريحة الثوم تطلع راح أحط الزعتر البري اللي هو الأوريغانو وراح أحط مقدار من أكليل الجبل اللي هو الرزماري تقدرون تسوون الوصفة هذه حتى بدون أي بروتينات بدون أي لحوم وتقدرون تستبدلون الدياي بالربيان بعد النتيجة راح تكون لذيذة مثل ما راح تحصلون عليها الحين مع الدياي ولكن بنكهة المأكولات البحرية بعد الوصفة هذه تكون لذيذة الحين ريحة البهارات الإيطالية طلعت الثوم والبصل جاهزين الحين راح أنزل مقدار الدياي اللي أنا مجهزته أبتدي أحرك الدياي بهالطريقة لغاية ما يتغير لون الدياي ويصير باللون الأبيض مثل ما أنتوا شايفين طبعا في هالأثناء راح أضيف مقدار من الفلفل الأسود وراح أحط مقدار الملح وحط في بالي أني أنا راح أحط جبن في المقادير فما أبغي الوصفة تكون مالحة فهاي خاشوكتين صغار حق الوصفة كلها بالنسبة لي أن هالمقدار كفاية الحين راح أضيف مقدار من عصير الليمون على الدياي وأخلي الدياي يستوي يبي له تقريبا عشر دقايق وبعدين أرجع أكمل باقي الوصفة معاكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن أقوم غرفنا الباستة أو المعكرونة بالسلصة الوردية التي سوناها مع بعض هاي شكلها راح أبتدي أزينها بشوية جبن برمزان على الوي أنا متعودة لما أروح آكل في المطاعم لإيطالية دائما أطلب من عندهم جبن زيادة لأن أنا ويد أحب النوع هاي بالذات من الأجبان يعطي نكهة لذيذة حق الماكرونة أخلي شوية من جبن الشدر ويأة المزرلة هنا في النص بما أننا نضع ريحان في الوصفة هاي راح أحط عليها هني ورق الريحان بجذيه نكون خلصنا وصفتنا حق اليوم الباستا أو الماكرونة بالصلصة الوردية مثل ما أنتوا شايفين هاي هي النتيجة اخترت مقادير بسيطة تكون على ذوقكم سويت معاكم هالوصفة السهلة إن شاء الله تعجبكم جربوا الوصفة هاي مثل ما أنا سويت وعليكم بالعافية اشتركوا في القناة وصلنا حق ألذ فقرة واللي هي فقرة طبق الحلو شو أقدر أقدم لكم اليوم كطبق حلو تقدرون تأكلونا كسناكس تقدرون تأخذونا معاكم الدوام أو تقدرون تستمتعون الطعمة اللذيذ مع كوب من الشاي فتوصلت حق الوصفة اللي راح نسويها مع بعض واللي هي البنانة الكيك أو خبز الموز مثل ما يقولون راح أحتاج حق مقدار من الفانيليا عندي هني مقدار من بيكاربونات السوديوم وعندي هني مقدار بسيط من الجرفة المطحونة وطبعا مقدار بسيط من البيكينج باودر عندي هني اللي هو الشوكو تيبس أو اللي هما حبوب شوكولات وعندي هني مقدار من السكر المطحون مقدار من السكر البني الرطب اللي هو خاص بالحلويات مقدار من الجوز المجروش ومقدار من السكر الأبيض وطبعا مقدار من الزبدة اللي هي تكون ذايبة تماما ندوبها احنا وبعدين نبردها شوي عندي هني مقدار من كريمة البندق أو اللي هو معروف عندنا وناكلة في السندويشات اللي هو النوتيلة عندي هني مقدار من البيض وطحين جميع الاستعمالات وطبعا المكون الأساسي حق الوصفة اللي قاعدين نسويها الموز أنا هرستها وجهستها علشان نبتدي نسوي مع بعض الوصفة عندي هني مقدار البيض راح أضيف على البيض السكر الأبيض طبعا السكر البني الرطب تشوفوا شكله أقوم ما نزلتها في الطبق وطبعا عندي هني مقدار من الزبدة كل هالمقادير راح أخفقها مع بعض وعندي هني مقدار من الفانيليا راح أحطها على هالمقادير وعندي هني طبق ثاني راح أحط فيه المقادير الجافة والسكر المطحون راح أستخدمه بعدين عندي هني مقدار من الطحين راح أضيف على الطحين بيكاربونات والسوديوم والبيكينج باودر وطبعا الجرفة المطحونة راح أخلط المقادير الجافة مع بعض وأجهزها علشان أقدر أستخدمها أول ما أخلص من المقادير اللي خليناها مع بعض هني راح أبتدي أخفق المقادير هذي مع بعض راح أضيف عليهم الموز المهروس ضروري جدا إذا تهرسون الموز قبل ما تبتدون في الوصفة تحطون على الموز عصرة ليمون علشان الموز يسود بسرعة اشتركوا في القناة كيكة الموز صارت جاهزة بمقادير مغذية فيها فيتامينات وفيها معادن والمحتوى الأساسي في الوصفة كان الموز اخترت المقادير علشان تكون على ذوقكم بسط لكم الوصفة سووا الوصفة مثل ما أنا سويت وزينوها بأسلوب حلو وقدموها مع كوب من الشاي وإن شاء الله عليكم بالعافية اشتركوا في القناة هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حملوا الآن من جميع المتاجر الإلكترونية اشتركوا في القناة